قدس شهداء صنين 1981 مار أنطونيوس الجديد 29 نيسان خمسة أبطال استشهدوا على ثلوج صنين من قسم ساحل المتن وخمسة وأربعون جريحا إضافة إلى شهدين آخرين من الدكوين والمروج هناك على قمم صنين الناصعة ولدت الأسطورة حين امتدت يد الشر لتدنس القمم الطاهرة لا لن ننساكم أو ننسى بطولاتكم حيث لم يجرأ أحد كنتم أنتم الأجرأ وقد سطرتم ذلك بأحرف من بمكم النقي والأبي لقد أبيتم إلا أن تكونوا دائما في الطبيعة للدفاع عن لبنان وسيادته تذكروا أيها الكتائبيون تاريخكم الحافل بالبطولات وخاصة أنتم يا أبطال قسم ساحل المتن شارك بحضور عرص أبطال صنين الرئيس المؤسس الشيخ الكبير كبر جبل صنين الشيخ بيرل جميل ورئيس الإقليم الشيخ أميل جميل ومفوض قسم ساحل المتن ومفوض الإقليم الرفيق جورج قسيس الذي تشهد له كل الجبهات بالمتن ورفاقه من قسم ساحل المتن وأقسام المتن كافة بالجرأة والتنظيم والتفاني من أجل قضية أبنائها وما زال على إيمانه بها إضافة إلى القائد الشهيد الشيخ بشير جميل والرفيق الغائب الحاضر بيننا رئيس المجلس الحربي أنذاك الشاف بطرس خواند وعدد من رجال الدين وممثلي الأحزاب في المنطقة ومسؤولين سياسيين وعسكريين وحشد غفير من المواطنين والمسؤولين العسكريين في الإقليم ورؤساء الأقسام وعائلات الشهداء والمصابين وبكر من هالوادين عالسل بيرفعنا ويا أمي صليلو وضويلو شيشة باع ولا تبك تقابيلو تبيح في زمان ويا ثلاث العالية يا كل المدى قوتك لو نزادا من لف الندى يا كل المسؤولين هل نعم هل نعم اشتركوا في القناة